ناقشت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العمني في اجتماعها الأول هذا العام مشروع إدارة الصيولة للمصارف والنوافذ الإسلامية حيث أبدت الهيئة الآراء الشرعية والملاحظات حولها من جانب آخر شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان نموا ملحوظا وفق تقارير البنك المركزي العمني حيث تبلغ الحصة السوقية لبنك نزوة 24% وحقق المنك نموا بـ 20% في صاف الأرباح خلال العام الماضي وارتفع إجمالي الأصول بـ 6%